بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من دروس تفسير سورة المائدة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين من هذه السورة الكريمة وهما قول ربنا سبحانه وتعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهديكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يقول الإمام في الآية مسائد المسألة الأولى قوله وكلوا صيغة أمر وظاهرها للوجود إلا أن المراد هاهنا الإباحة والتحديل واحتج أصحاب الشافعي به في أن التطوع لا يلزم بالشروع أي صوم التطوع لا يلزم بالشروع قالوا ظاهر هذه الآية يقتضي إباحة الأكل على الإطلاق فيتناول ما بعد الشروع في الصوم غايته أنه خص في بعض الصور إلا أن العام حجة في غير محل التخصيص المسألة الثانية قوله تعالى حلالا طيبا يحتمل أن يكون متعلقا بالأكل وأن يكون متعلقا بالمأكل فعلى الأول يكون التقدير كلوا حلالا طيبا مما رزقكم الله وعلى التقدير الثاني كلوا من الرزق الذي يكون حلالا طيبا أما على التقدير الأول فإنه حجة للمعتزلة على أن الرزق لا يكون إلا حلالا وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الإذن في أكل كل ما رزق الله تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أكل الحلال فيلزم أن يكون كل ما كان رزقا كان حلالا وأما على التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن الرزق قد يكون حراما لأنه تعالى خصص إذن الأكل بالرزق الذي يكون حلالا طيبا ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالا وإلا لم يكن لهذا التخصيص والتقييد فائدة المسألة الثالثة لم يقل تعالى كلوا ما رزقكم ولكن قال كلوا مما رزقكم الله وكلمة من للتبعيض فكأنه تعالى قال اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات ولأنه إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين المسألة الرابعة وكلوا مما رزقكم الله يدل على أن الله تعالى قد تكفل برزق كل أحد على ما قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فإنه عز وجل لو لم يتكفل برزقه لما قال وكلوا مما رزقكم الله وإذا تكفل الله تعالى برزقه وجب أن لا يبالغ في الطلب وأن يعول على وعد الله تعالى وإحسانه فإنه أكرم من أن يخلف الوعد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وقال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء وأما قوله تعالى واتقوا الله فهو تأكيد للتوصية بما أمر به زاده توكيدا بقوله أنتم به مؤمنون لأن الإيمان به عز وجل يوجب التقوى فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يقول الإمام النوع الثاني من الأحكام المذكورة في هذا الموضع قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وقد ذكرنا أنه تعالى بيّن في هذا الموضع أنواعا من الشرائع والأحكام وبقي أن يقال أي مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبة فنقول قد ذكرنا أن سبب نزول الآية الأولى أن قوما من الصحابة رضي الله عنهم حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية وحلفوا على ذلك فلما نهاهم الله تعالى عنها قالوا يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا فأنزل الله تعالى هذه الآية واعلم أن الكلام في أن يمين اللغو ما هو قد سبق على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فلا وجه للإعادة ثم قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وفيه مسائل المسألة الأولى قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر وحفص عن عاصم عقدتم بتشديد القاف بغير ألف وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم عقدتم بتخفيف القاف بغير ألف وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف قال الواحدي يقال عقد فلان اليمين والعهد والحبل عقدا إذا وكده وأحكمه ومثل ذلك أيضا عقد بالتشديد إذا وكد ومثله أيضا عاقد بالألف إذا عرفت هذا فنقول أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير يقال عقد زيد يمينه وعقدوا أيمانهم وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن أبا عبيد زيف هذه القراءة وقال التشديد للتكرير مرة بعد مرة فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين الواحدة لأنها لم تكرر وأجاب الواحدي رحمه الله عنه من وجهين الأول أن بعضهم قال عقد بالتخفيف والتشديد واحد في المعنى الثاني هب أنها تفيد التكرير كما في قوله وغلقت الأبواب إلا أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل التكرير أما لو عقد اليمين بأحدهما دون الآخر لم يكن معقدا وأما من قرأ بالألف فإنه من المفاعلة التي تختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعلة وعاقبت اللصة فتكون هذه القراءة كقراءة من خفف يقول السمين الحلبي وقد تجرأ أبو عبيد على هذه القراءة وزيفها فقال التشديد للتكرير مرة من بعد مرة ولست آمن أن توجب هذه القراءة سقوط الكفارة في اليمين الواحدة لأنها لم تكرر انتهى كلام أبي عبيد يقول السمين وقد وهمه الناس في ذلك وذكروا معاني تعبد هذه القراءة فسلمت تلاوة ومعنى ولله الحمد المسألة الثانية ما مع الفعل بمنزلة المصدر ما هنا مصدرية والتقدير ولكن يؤاخذكم بعقدكم أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الأيمان على اختلاف القراءات الواردة في هذا الحرف المسألة الثالثة في الآية محذوف والتقدير ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوما عندهم أو التقدير يؤاخذكم بنكث ما عقدتم فحذف المضاف وأما كيفية استدلال الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن اليمين الغموس توجب الكفارة فقد ذكرناها في سورة البقرة ثم قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير فإن عجز عنها فإن عجز عنها جميعا فالواجب شيء آخر وهو الصوم وفي الآية مسائل المسألة الأولى معنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الإتيان بكل واحد من هذه الثلاثة ولا يجوز له تركها جميعا ومتى أتى بأي واحد شاء من هذه الثلاثة فإنه يخرج عن العهدة فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير ومن الفقهاء من قال الواحد لا بعينه وهذا الكلام يحتمل وجهين الأول أن يقال الواجب عليه أن يدخل في الوجود واحدا من هذه الثلاثة لا بعينه وهذا محال في العقول لأن الشيء الذي لا يكون معينا في نفسه يكون ممتنع الوجود لذاته وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف الثاني أن يقال الواجب عليه واحد معين في نفسه وفي علم الله تعالى إلا أنه مجهول العين عند الفاعل وذلك أيضا محال لأن كون ذلك الشيء واجبا بعينه في علم الله تعالى هو أنه لا يجوز تركه بحال وأجمعت الأمة على أنه يجوز له تركه بتقدير الإتيان بغيره والجمع بين هذين القولين جمع بين النفي والإثبات وهو محال وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه المسألة الثانية قال الشافعي رحمه الله نصيب كل مسكين مد وهو ثلثاما وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وقول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم رحمهم الله وقال أبو حنيفة رحمه الله الواجب نصف صاع من الحنطة وصاع من غير الحنطة حجة الشافعي أنه تعالى لم يذكر في الإطعام إلا قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم وهذا الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطا في العرف أو ما كان متوسطا في الشر فإن كان المراد ما كان متوسطا في العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقا أو جعل خبزا فإنه يصير قريبا من المن وذلك كاف في قوت اليوم الواحد ظاهرا وإن كان المراد ما كان متوسطا في الشر فلم يرد في الشرع له مقدار إلا في موضع واحد وهو ما روي في خبر المفطر في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام ستين مسكين من غير ذكر مقدار فقال الرجل ما أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم هذا وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع وهو مد ولا يلزم كفارة الحلق لأنها شرعت بلفظ الصدقة مطلقة عن التقدير بإطعام الأهل فكان قدرها معتبرا بصدقة الفطر وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد يشير الإمام بكفارة الحلق إلى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وحجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم والأوسط هو الأعدل قال الأوسط هو الأعدل والذي ذكره الشافعي رحمه الله هو أدنى ما يكفي فأما الأعدل فيكون بإدام وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مد معه إدامه والإدام تبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد في الأغلب أجاب الشافعي رحمه الله بأن قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم يحتمل أن يكون المراد منه التوسط في القدر فإن الإنسان ربما كان قليل الأكل جدا يكفيه الرغيف الواحد وربما كان كثير الأكل فلا يكفيه المنوان إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من الخبز ما يقرب من المن ويحتمل أن يكون المراد منه التوسط في القيمة فلا يكون غاليا كالسكر ولا يكون خسيس الثمن كالنخالة والذرة أو الذرة عفوا ولا يكون خسيس الثمن كالنخالة والذرة والأوسط هو الحنطة والتمر والزبيب والخبز إذن ويحتمل أن يكون المراد منه التوسط في القيمة فلا يكون غاليا كالسكر ولا يكون خسيس الثمن كالنخالة ربما المقصود الذرة والأوسط منه هو الحنطة والتمر والزبيب والخبز ويحتمل أن يكون المراد منه الأوسط في الطيب واللذاذة ولما كان اللفظ محتملا لكل واحد من الأمرين فنقول يجب حمل اللفظ على ما ذكرناه لوجهين الأول أن الإدام غير واجب بالإجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ على التوسط في قدر الطعام الثاني أن هذا القدر واجب بيقين والباقي مشكوك فيه يقول أن هذا القدر واجب بيقين والباقي مشكوك فيه لأن اللفظ لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم المسألة الثالثة قال الشافعي رحمه الله الواجب تمليك الطعام وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا غدى أو عشى عشرة مساكين جاز حجة الشافعي أن الواجب في هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة إما الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق ثم أجمعنا على أن الواجب في الكسوة التمليك فوجب أن يكون الواجب في الإطعام هو التمليك حجة أبي حنيفة أن الآية تدلت على أن الواجب هو الإطعام والتغذية والتعشية هما إطعام بدليل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه وقال من أوسط ما تطعمون أهليكم وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك ويقال في العرف فلان يطعم الفقراء إذا كان يقدم الطعام إليهم ويمكنهم من أكله وإذا ثبت أنه أمر بالإطعام وجب أن يكون كافيا أجاب الشافعي رضي الله عنه أن الواجب إما المد أو الأزيد والتغذية والتعشية قد تكون أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين والله أعلم المسألة الرابعة قال الشافعي رحمة الله عليه لا يجزئه إلا طعام عشرة وقال أبو حنيفة رحمه الله لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام جاز حجة الشافعي رحمه الله أن مدار هذا الباب على التعبد الذي لا يعقل معناه وما كان كذلك فإنه يجب الاعتباد فيه على مورد النص المسألة الخامسة الكسوة في اللغة معناها اللباس وهو كل ما يكتسى به فأما التي تجزئ في الكفارة فهي أقل ما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أو صراويل أو عمامة أو مقنعة ثوب واحد لكل مسكين وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي رحمه الله المسألة السادسة المراد بالرقبة الجملة وقيل الأصل في هذا المجاز أن الأسير في العرب كان يجمع يداه إلى رقبته بحبل فإذا أطلق حل ذلك الحبل فسمي الإطلاق من الرقبة فك الرقبة ثم جرى ذلك على العطق ومذهب أهل الظاهر أن جميع الرقبات تجزيه وقال الشافعي رحمه الله الرقبة المجزية في الكفارة كل رقبة سليمة من عيب يمنع من العمل صغيرة كانت أو كبيرة ذكرا أو أنثى بعد أن تكون مؤمنة ولا يجوز اعتاق الكافرة في شيء من الكفارات ولا اعتاق المكاتب ولا شراء القريب وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار المسألة السابعة لقائل أن يقول أي فائدة لتقديم الإطعام على العطق مع أن العطق أفضل لا محالة قلنا له وجوه أحدها أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لا على الترتيب لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ وثانيها قدم الإطعام لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجودا والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في التكاليب وثالثها أن الإطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام ولا يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته ثم قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وفيه مسائل المسألة الأولى قال الشافعي رحمه الله إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالإطعام وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا تجب فيه الزكاة فجعل من لا زكاة عليه عادما حجة الشافعي رحمه الله أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز الصوم تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله يوما وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر إليه وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارب في حق النفس وحق الغير كان تقديم حق النفس واجبا فوجب أن تبقى الآية معمولا بها في غير هذه الصورة المسألة الثانية قال الشافعي رحمه الله في أصح قولي أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة وقال أبو حنيفة يجب التتابع حجة الشافعي أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام والآتي بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت بصوم ثلاثة أيام فوجب أن يخرج عن العهدة وحجة أبي حنيفة رحمه الله ما روي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما فصوم ثلاثة أيام متتابعات وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما والجواب أن القراءة الشاذة مردودة لأنها لو كانت قرآنا لنقلت نقلا متواترا إذ لو جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة فلا تصلح لأن تكون حجة وأيضا نقل في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأ فعدة من أيام أخرى متتابعات مع أن التتابع هناك ما كان شرطا يعني ليس شرطا في قضاء الأيام التي يفترها المكلف في رمضان وأجابوا عنه يعني أجاب الشافعية عن التمسك بقراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما أجابوا بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له علي أيام من رمضان أفأقضيها متفرقات فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان يجزيك قال بلى قال صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يعفو وأن يصفح فهذا الحديث وإن وقع جوابا عن هذا السؤال في صوم رمضان إلا أن لطظه عام وتعليله عام في جميع الصيامات وقد ثبت في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق هاهنا أيضا المسألة الثالثة من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين لإحدى اليمينين أو لا والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه وقد أتى بها فوجب أن يخرج عن العهدة ثم قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم قوله ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من الطعام والكسوة وتحرير الرقبة أي ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بمجرد الحلف إذن المعنى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بمجرد الحلف إلا أنه حذف ذكر الحنث لكونه معلومة إذن يقول قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من الطعام والكسوة وتحرير الرقبة أي ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بمجرد الحلف إلا أنه حذف ذكر الحنث لكونه معلومة كما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر لأن القضاء لا يجب بمجرد المرض أو السفر بل يجب بالفطر احتج الشافعي بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال الآية دلت على أن كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف فإذا أداها بعد الحلف وقبل الحنث فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة قال وقوله إذا حلفتم فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز وأما بعد اليمين وقبل الحنث فإنه يجوز ثم قال تعالى واحفظوا أيمانكم وفيه وجهان الأول المراد منه قللوا الأيمان ولا تكثروا منها قال كثير قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي فدل قوله وإن سبقت منه الألية على أن قوله حافظ ليمينه وصف منه له بأنه لا يحلف الثاني واحفظوا أيمانكم أي احفظوها إذا حلفتم عن الحنث لألا تحتاجوا إلى التكفير واللفظ محتمل للوجهين إلا أن على هذا التقدير يكون مخصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ثم قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون والمعنى ظاهر والكلام في لفظ لعل تقدم مرارا وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية التاسعة والثمانين ونقف عند الآية التسعين وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين